تتواصل عملية التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المغربية وسطاً خفاضاً في الإقبال على مراكز الاقتراع وأفدت مراسلتنا بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية بلغت حتى ظهر اليوم 12% مقارنةً مع 10% في انتخابات عام 2016 ويتنفس في الانتخابات المغربية مرشحون من 31 حزباً وتحالفاً سياسياً يتنفسون على 395 مقعداً في مجلس النواب ابتسام حجاج مفادتنا من الدار البيضاء تتابع تفاصيل هذا النهار ابتسام كيف تبدو الأجواء مع مرور ساعات هذا النهار مرحباً شانتال إذن تستمر عملية التصويت في مراكز الاقتراع بمدينة الدار البيضاء في أجواء هادئة وفي نظام نلاحظ أن الإقبال هذه السنة هو نوعاً ما هو معقول حيث أن النساء تشاركنا بطريقة كبيرة جداً وهنا حاضرات بقوة في عملية الاقتراع كذلك كبار السن الشباب الذين كانت الأحزاب السياسية وكذلك السلطات تعاول على مشاركتهم مشاركتهم محدوداً أو عن ما إلى حد الآن في مراكز الاقتراع بمدينة الدار البيضاء خاصة المراكز التي زرناها والموجودة في عمالة عنشق وكذلك عمالة أنفا عموماً لا توجد الكثير من الخروقات أو بالأحرى لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن خروقات أو تجاوزات في عملية الاقتراع أو في مراكز الاقتراع مع عدى بعض المشاكل أو تعطل الخدمات الرسائل النصية التي وضعتها الحكومة للمواطنين هي خدمات تمكنهم من معرفة أي مركز اقتراع يجب أن يتوجه إليه للإدلاء بأصواتهم وللأسف عندما تعطلت هذه الخدمات في بعض الحالات اضطر المواطنون إلى التراجع عن الانتخاب والعودة أدراجهم شكراً لك ابتسام حجاج مفادتنا من الدار البيضاء سنعود إليك ابتسام فور ورود أي شديد